سلام عليكم أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الرياضية البداية بمعرض الصحافة وأهم تنقلته صحفنا الرياضية المحلية صادر اليوم الثلاثاء الموافق للعاشر مايه الفين وستة عشر البداية مع يومية الشباك التي افتتحت عددها لنهار اليوم بهذا العنوان ميسي لا يتمنى فوز ريال مادريد بأي شيء تصريح ليوميسي نقلته وكلة أسبيانا الشهيرة حيث تحدث نجم الأرجنتين عن عديد الأمور التي تخص الليغة الإسبانية هذا الموسم ميسي اعتبر فريقة ليتكو مادريد بالفريق الغير مريح تماما ووصفه بأنه فريق قبيح ولا يحترم كرة القدم كما ختم البرغوث تصريحه أو حواره هذا بأن البرصة ستلعب نهائيين مقبلين الأول ضد غرناطا لحسم لقب الليغة والثاني ضد إشبيليا للفوز بكأس الملك نبقى في كتالونيا وتقرؤون مع الشباك برشلونة يحدد سعر أرض توران بـ 30 أو 35 مليون يورو إدارة البرصة اقتنعت بأن لا جدوى من بقاء التركي خاصة أنه راح ضحية منصبه الذي يتألق فيه أندريس إنيستا ونيمار دا سيلفا قرار برشلونة هذا قبله رفض مطلق من اللعب المتمسك بقرار بقائه في أصوار النادي الكتالوني إلى أخبار الغريمة الآخر ريال مادريد كتبت الشباك في عددها اليوم مكافأة مالية ضخمة من بيريز للعب غرناطا قصد الإطاحة ببرشلونة الصحيفة نشرت تفاصيل تحفيزات مقدمة من إدارة الملك والتي قد تصل إلى 10 مليون يورو أو ربما أكثر في حال فوز غرناطا على فريق برشلونة في الجولة الأخيرة من الليغة الإسبانية وأمر أخرى في هذه التفاصيل ستكتشفونها في عدد اليوم من الشباك وفي صورة من التاريخ نختم مع هذه الصورة الرائعة التي اختارتها اليومية اليوم وهو الهدف التاريخ الذي وقعه المهاجم النرويجي لمانشستر يونيتد السابق سوسكير في مرمى باير مينيخ العام 99-9-1000 في نهاي دور الأبطال في ملعب كامبنو وهو الهدف الذي منح الشايطين الحمر لقب دور الأبطال المثير في الهدف أنه جاء في الدقيقة الـ 91 دقيقة فقط بعد أن سجل اللعب شيرينغام هدف التعادل لفريق منشستر يونيتد وهي المباراة التي وصفت بالأفضل في تاريخ نهائيات دور الأبطال أما لوبيتر ناطق بالفرنسية فكتبت في خبر لها صفقة تبادلية محتملة في الأفق بين المهاجم عبيد والحارس شعال إدارة المولودية بدأت بالتحرك لاسترجاع الحارس الشاب شعال من اتحاد الحراش بمقابل هذا تدرس إدارة المولودية إمكانية الاستغناء عن المهاجم عبيد هذا الأخير قال بأنه يريد البقاء لكن عليه الحديث مع غريب لتحديد مستقبله يأتي هذا موازاة مع مستوى المتواضع هذا الموسم مع فريق منودية العاصمة إلى أخبار العميدة الآخر شباب قسنطينة حيث اندمج كل من شرفة مقني وبحري في تدريبات الفريق ما أرح طاقم الفني كثيرا الحصة التدريبية أمس ميزها تركيز المدرب غوميز على متوسط الميدان كما عرفت الحصة التدريبية غياب الحارس سيدريك بترخيص من الطاقم الطبي وقال غوميز بأن الفريق جاهز للعودة بنتيجة إيجابية من العاصمة وهي المباراة المنتظرة بين المولودية العاصمية وشباب قسنطينة ترجمة نانسي قنقر